طيب هنروح لبعد كده فريق سيدات النادي الاهلي كان عنده مباراة مهمة جدا مع الاتحاد السكنداري في اسكندرية وقدوا مباراة رائعة كانت في صالة الشط بصالة النادي الاتحاد السكنداري وستطعنا البنات ان هم يفوزوا باللقاء بشكل جيد وقدوا اداء جيد وانتهت المباراة 91-47 في الوقت خلي بالكم النادي الاتحاد اعمل فرقة جيدة جدا 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 وقيمة المباراة طبعا يعني في جو طبعا يسود الود لان طبعا جماهير او انا اسف لعبات النادي الاهلي اقدموا لوحة كبيرة بصورة اسلام المشجع النادي الاتحاد المصاب اللي كان فيه طبعا مستهل اخبارنا كان فيه زيارة لكابتن محمد الخطيب يعني اصدق لكم ان المباراة خلص الـ 88-14 عبين اتحاد زي ما قلت لكم الاتحاد عمل فرقة جيدة الاتحاد عمل فرقة جيدة جدا وحج محمد مصالحي يبدو انه سيكون له رأي اخر انه بناء فريق قوي للسيدات اسوة بالرجال وطبعا الفريق المباراة شافت سجال كتير جدا في النتيجة لكن طبعا زي ما قلت لحضراتكم انتهت 88-74 وكان الفريق فاز على الطيران قبل المباراة دي 91-47 كل التوفيق طبعا لكابتن طريخ خيري المدير الفني واللعبات الحقيقة النهاردة بيقدوا اداء جيد ثلاث بطولات في موسم حتى الان يتبقى لنا بطولتين هي بطولة السوبر وبطولة كأس مصر اتوقع ان شاء الله الفريق ده بالوضع ده بالحالة دي بس يا رب يا رب يحميهم من الاصابات ان شاء الله خمس بطولات من خمس بطولات ويكونوا قرروا انجاز الرجال العام الماضي وهم يستحقوا ذلك اللعبات الحقيقة يعني سكواد هايل في روتيشن كويس بيعملوا كابتن طريخ خيري البنات يعني في حالة فنية كويسة نتمنى ان شاء الله التوفيق ويبقى التوفيق هو كلمة السر في مباراة كرة السل